اذا عدنا حديث القاهرة كما حديث العالم كله عما يجري في اوكرانيا عن تلك القزائف والمدفعية والطيران والاسلحة الروسية التي تمخر وتتمقتر في اماكن في اوكرانيا الآن خليني اروح الى كاتبنا الكبير دكتور عشرف الصباغ من موسكو واتابع معه حوارات مستمرة مع اصداء اطلاق الرصاص مع اللوحة الجميلة للسيدة دات الخلق اللقلقي دي دكتور عشرف الصباغ ازاي حضرتك منوارنا مساء الخير يا أصداد إبراهيم مساء النور عليك وعلى المشاهدين كله في مقال اعتقد انه واحد من المقالات المهمة الواجبة قراءتها يعني لقطاعات كبيرة من العرب والمصريين تحديدا هلا كتبت ماذا تريد روسيا من اوكرانيا وكاتب بتقول لنا انه رئيس بلادي مير بوتن لم يحقق الى الان اي شيء من اهدافه التي اعلنها سواء ما كانت اهدافا تخص اوكرانيا او تخص عرف الناتو والولايات المتحدة ايه الاهداف التي كان يعني يطمح او ينتظر منها تحقق بوتن وهي لم تتحقق حتى الان هو في الواقع بوتن لم يحقق اي شيء حتى الان هو حقق شكل من اشكال البروباجندا التي طروق لسكان قارة امريكا اللاتينية وسكان الشرق الاوسط ليه الشكل العنتاري في التعامل السياسي والتعامل الدولي والاقليمي ولكن الى الان لم يتحقق شيء ولكن هذا لا يعني ان الرئيس بوتن ليس لديه اهداف الرئيس بوتن لديه اهداف واهداف مهمة على مصارين او على صعيدين على المصار او الصعيد الاوكراني ومصار الدول المحيطة بروسيا وعلى مصار حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة الامريكية والابتحاد الاوروبا هذان المصاران في غاية الاهمية بالنسبة لبوتن ولكن ان بوتن مثلا يقوم باعتراف بدول يقوم بغزو دولة يقوم باجراءات عسكرية في اراضي دولة اخرى اه يعني هذا لا يعني ان بوتن انجز الاهداف يعني لازم نفرق شوية ما بين الحاجات يعني يعني هو ما عملش راضع للناتو الان كشفه راضع للناتو بانه اه انا مش عايز الناتو على حدودي انا مش عايز انه حتى الاجراء العسكري اللي خده قوبل بيه اه رد فعل بارد من قبل الناتو ومفيش اشتباك تم فكأن الرسالة وصلت خلاص اه ابعيدوا اوكرانيا عن حلف الناتو تعهدوا بانها لم تدخل حلف الناتو ديش كلها امور تكون اهداف له لا انا اعتقد اه ان يعني اه نفرق بين الاهداف وبين تحقيق الاهداف اه فكرة اه نفرق بين التصريح بالشيء وبين تحقيق الشيء لانا يبدو ان انا في عصر الاكتفاء بالتصريح والتصريح هو التحقيق وينتهي وينتهي الامر هو اننا حققنا لا في الحقيقة في الحقيقة الناتو والولايات المتحدة الامريكية اعلنوا قبل بداية العمليات العسكرية الروسية على الاراضة وكذاب انهم لن يتدخلوا اصلا في هذه الحرب ولا ان يتدخلوا عسكريين في اوكرانيا والرئيس فوتو لا 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 اطلاقا هو ما فيش مشكلة بالنسبة للناتو ما فيش مشكلة وهو في كل الاحوال الناتو محيط بروسيا والناتو على حدود روسيا قد تكون هناك كما قلنا في لقاء سابق يا أستاذ إبراهيم ان هي روسيا بتحمي نفسها روسيا القومية بتحمي نفسها دايما بحدائق خلفية وبدول وبتعمل لنفسها صيغ معينة ايام الامبراطورية القيصرية الامبراطورية روسية كانوا عاملين واخدين اسيا الوسطى وحدود ايران واخدينها حدائق خلفية ليهم وبيحموا نفسهم بيها جئوا الاتحاد السوفيتي القوميين الروس اختاروا الفلسفة الماركسية علشان يعملوا الشيوعية بالطبع الروسية بتاعتهم اللي هي بالأفكار الروسية بتاعتهم وعملوا حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي كل ده عشان روسيا تحمي نفسها روسيا حامت نفسها بجمهوريات سوفيتية وبجمهوريات حلف وارسو وكات ايدولوجية بتحاول توزعها سقطت الفكرة والتفكك الاتحاد السوفيتي روسيا دلوقتي بتحاول تعمل صيغ اخرى سواء صيغ سلوبيا ارسوزوكسية سلوبيا او صيغ عسكرية فهي بتحاول دلوقتي تعمل ده قلنا ان اوكرانيا ممكن تتقسم بس في كل الاحوال الناتو هيبقى على حدود روسيا برضو هي دي الفكرة دي حاجة الحاجة التانية ان الناتو بتهزمش لانه ما كانش فيه معركة على اوكرانيا اصلا احنا بس علشان وسائل الاعلام بتاعتنا واحنا كمنطقة نبقى فاهمين ونفرق ما بين الهزيمة وما بين ان انا بسمي الهزائم باسماء اخرى يعني مش يعني الهزيمة اسمها ناكسة والناكس اسمها واكسة وكده لا الموضوع مختلف هنا خالص لان ما حصلش حارب وفاكرة بقى ان احنا قاعدين نقول ان فيه انتصار معناوي لبوتين على حلف الناتو لو احنا عايزين نحسبها كده خلاص وهديها تريحنا احنا ويبقى كده الروسيا فازت خلاص بس الواقع حاجة تانية وما نفجأش وما نزعلش ما تقول لنا الواقع لحاجة تانية دكتور عشر الواقع في الحقيقة ان الرئيس بوتين عنده اهداف قومية روسية بيحاول لحقق المعادلة بتاعت حماية وامن روسيا وعلى المصار الاوكراني هو داخل الاوكرانيا دلوقتي عمليا متفوق في كل شيء ولكن لا نستطيع ان نقول ان هناك نصر حاسم الى الان لان الدخول لا يعني اي شيء علينا ان نشاهد في الايام المقبلة كيف ستصمد روسيا او القوات الروسية اذا دخلت وكيف ستتصرف روسيا في كيفا وفي انساق السلطة وكيف ستكون السلطة لان الحرب الاجراءات العسكرية لم تكلف روسيا كثيرا بالمناسبة هذه اسلحة عادي يعني ممكن تعمل بها مناورات وقدم من مناورات واستخدمتها لكن الذي سيكلف روسيا الكثير من الموارد والكثير من الضحايا ونحن لا نتمنى ذلك على الاطلاق الوجود الروسي في الدخل الاوكراني لان هناك اجنحة في الاوكرانيا تريد ان تقاوم وان تحرر بلدها لان هي شايفة ان ده غزل وده احتلال يعني فاحنا دلوقتي لسه ما بدأناش المعركة لسه ما ابتديتش علشان نحسم المنتصر او مش المنتصر احنا بس بمجرد حد يقول اه تصريح واحنا بنعتبر انه حق خلاص الهدف اه يعني صعب احنا كده حاجة يقول انه بوتين بدأ الحرب او العملات العسكرية لكن من الصعب ان يهيها بنفسه لا مش هينهيها بوتين لن يستطيع هو كل من يبدأ الحرب ليس هو من ينهيها ولا يستطيع ان ينهيها لان هناك عناصر وشروط لانهاء الحرب هو احد اطرفها وليس الطرف الاصلي رغم انه هو اللي بدأ الحرب حلف الناتو بالمناسبة لم يقصر اي شيء وعلى فكرة ممكن حلف الناتو يسيب اوكرانيا خالص ويتفق مع روسيا ان هي هتبقى دولة حيادية وتاخد صفة الحياد وينزع وبوتين ينزع السلاح النووي منها وينزع اسا وينزع كل انيابها واسنانها ويخليها دولة ملهاش اي سبتين لازمة بس هي الفكرة ان برضو اوكرانيا هتنحاز لمين يعني هتتبنى اي قيم يعني هل هتتبنى القيم الغربية ولا القيم القيم الرئيس بوتين اللي هو الراجل هو بيعلن عن القيم منظومة القيم بتاعته ان هو ضد كل القيم الغربية وضد الديموقراطية الغربية والحريات الغربية وضد كل الاشكال اللي هي شايف انها ضد العادات والتقاليد والاخلاق حتى الروسية والارثوزوكسية يعني الدينية فهل اوكرانيا اللي هي عمليا بقول لحضرتك ان هي وجورجيا الدولتين الوحيدتين دلوقتي اللي مش في الاتحاد الاوروب ولا في الناس اللي بيطبقوا المعايير الديموقراطية الغربية بكرة الاربع سنين والثمان سنين وما فيش هزار في الموضوع في ضمنات وبيغيروا السلطات رغم ان الدولتين فائرتين وعندهم مشاكل داخلية اقتصادية بس عندهم فيه دموقراطية دموقراطية وليدة لسه بتشتغل وبتحرك نفسها وكذا دا عامل مشاكل وبالتالي المشهد فيه تعجل شديد او في الاهازيج اللي يقدمها البعض احتفاءا بمفعالاته روسيا او الكلام عن اكتمال نصر او فوز او ان المشهد نفسه انتهى لسه المشهد امامنا على المسرح من المبكر تماما الان ان نتحدث عن اي طرف منتصر لان ذلك اعتقد هيقلل من ايميتنا خالص وهيقلل من تقديراتنا ويقلل من وجهات نظرنا اه مفيش اي شيء تحقا قبل بارجع كاني للجزء الخاص بمشاعرنا العربية في هذه المنطقة تجاه ما جرى اللي اشارت ليه في المقال عايز اروح معاك لمقال توماس فريدمر نشره من ايام اللي هو كان عنوانه هذه حرب بوتن لكن امريكا والناتو ليس بالمرة الابرياء من عبرين الابرياء يعني خليل اتوقف عن بيقول انه عندما اندلع نزاع كبير مثل اوكرانيا يسأل الصحفيون انفسهم اين يجب ان اتمركز كييف موسكو ميونيخ واشنطن في هذه الحالة جوابي ليس ايا من هذه المدن المكان الوحيد لفهمها زي الحرب هو داخل رأس الرئيس الروسي بوتن بوتن اقوى زعيم روسي من دون رادع منذ ستالين وتوقيت هذه الحرب هو نتاك طموخاته واستراتيجياته ومظالمه هل انت معاف ان هو اقوى زعيم روسي من غير رادع منذ ستالين لا كلام طبعا كلام مهم جدا لان فريدمان انا اعتقد انه هو ااري اه كتب عن اه الرئيس الروسي واري اه ااري لانه هو فيه كتب طلعة عن تركيبه الزهنية والنفسية للرئيس بوتن وهو الرئيس بوتن عمليا من النوع انت اي راك كتاب كل جيش الكريملين انتو الاشر بصفت ولا وشوش الايه تاني من فضلا كل جيش الكريملين كتاب عن الرجال محاوله بوتن اه لا هو فيه كتاب طلع صغير كده اه متكلم عن التركيبه النفسية والزهنية لبوتن وانه هو ما هو ما بيحيد يعني ما عندهوش احساس بالخطر طبعا التركيبه دي بتبقى خطيرة جدا بتخليك تاخد قرارات مهيبة يعني قرارات غير عادية فيه صفات واضح ان فريدمان ااري كويس طيب خلينا اضف لك بقى هو بيقول انه ينظر بوتن الى طموح اوكرانيا في ترك دائرة نفوذ نفوذ بوتن يعني كقسارة استراتيجية واهانة شخصية ووطنية في خطابه يوم الاثنين قال بوتن حرفيا ان اوكرانيا ليس لديها الحق في المطالبة بالاستقلال بل انها جزء لا يتجزأ بالروسيا فشعبها مرتبط بنا عن طريق الدم والروابط الاسرية ولذلك يبدو هجوم بوتن على حكومة اوكرانيا المنتخبة بحرية وكأنه المعادل الجو سياسي لجرائم الشرف عجبني حتى هو فاهم جرائم الشرف فاهم ثقافتنا الشرقية كويس توماس فريدما بوتن للأوكرانيين كانه يقول لقد وقعت في حب الرجل القاطئ لن تهربي مع الناتو ابدا يعني ما هو هو طبعا فريدما طبعا متبني منظومة الرؤية الغربية والامريكية لا شك في ده واحنا اعتقد كان امبارح واول امبارح اتكلمنا عن الجزء الروسي لكن طبعا هو عمر ما كان الغرب بريد وعمر ما كان حلس الناتو والولايات المتحدة يعني حملان وديعة لا بالزبط طبعا فريدما بيقول انه المشكلة الحقيقية انه الغرب والاتحاد الاوروبي وامريكا مش قابرية ابدا وهم اللي عملوا الورطة السودة دي لانهم صمموا على توسيع الناتو بينما كونش محتاجين التوسيع ده خالص وكان المفروض سنة من 95 96 من 98 ان احنا نفرح بالاتحاد السوفيتي اتفك وانه روسيا تبقى دولة ديمقراطية وانسعيدها على كده احنا عدنا نعاند فيهم ونعمل نكبر حلف الناتو احنا مش محتاجينه اطلاقا فانتقى الامر ان احنا اخرجنا القومي بوتن من ازمته الاقتصادية على حيث انه يدفع عن الدولة القومية بتاعته هو فيه بس فيه مغلطة صغيرة من فريدمن هنا في الحقيقة وهي ان يعني ايه يعني ايه الحلف المنتصر يقف بقى خلاص ويقول انا مليش لازمة لا الحلف المنتصر في الحرب الباردة كان حلف الناتو وحلف الناتو وفقد لمعايير السياسة الكبرى والسياسة الدولية منظومات الربح والخسارة على اساس السياسة الكبرى وفي اطار السياسة الكبرى مفيش حاجة اسمها حيل في يلغي نفسه علشان انا خلاص الاتحاد السوفيت خلص ما لغاش نفسه هو يقصد انه وسع في نفسه وكبر في دول مسلت ضغط عصبي على روسيا بينما انت مكنتش في حاجة اليها ايه ليتوانيا واستونيا يعني مكنش ده لازمة يقصد يعني لا هو كلامه دوت بيفكرن بان الاتحاد السوفيت كان قوي واللي وقعه هو الغرب والاتحاد السوفيت كان مقدس وملكه كان ماشي بشكل مثالي من جواه وما فيش فساد ولا انهيارات داخلية ولا مشاكل داخلية ولا حاجة لا هي الفكرة هي ديش جزء مثالي هو فريدمن دايما بيلعب اللعبة دي في مخلاته ان هو بيتكلم يتكلم يتكلم وفجأة يروح حطط لك حتة كده مثالية في النص على اساس يعني ايه يبرر بها بس هو تبرير مالوش اي لازمة لان الموضوع ظهور بوتين وظهور القوميين في روسيا مالوش علاقة خالص لا بحيل في الناتو ولا باستقساد الولايات المتحدة الامريكية ولا باي حاجة دي مسائل توازنات داخلية في روسيا وروسيا امبراطورية من امبراطوريات الاطراف يعني هي مهتمة عادة بالعب بتاعها بالجزء اللي هي عايشة فيه لكن في الفترة الاخيرة مع التراكمات المالية اللي عملها بوتين في الاربع سنين او الخمسة الاولانين حاول بوتين ان هو يدخل اه على المياه الدافئة وينافس اللي هم اصحابها التقليديين انا مش بقول ان هي حكرة عليهم علشان نتفهمش غلط لا دول الناس التقليديين طب ايه المشكلة ام انا معايا فلوسة هو دلوقتي عند التراكمات المالية والناس دول واقعون للاتحاد السوفيت اللي هو بوتين بيكرهه برضو وتقريبا شتم لينن بومه هو بيتكلم يعني تقريبا عن لينن وان لينن هو اللي عمل اوكراني والناس دول هما فيه شخوك انه هما اللي سهموا في غرق الغواصة كورسك بتاعته اللي هي فخر الغواصات النووية الروسية لما غرقت في سنة الفين فيه كلام على ان طبعا اللي حصل اللي هو العار اللي حصل بتاع 21 فبراير 2014 لما عطوا الخمستاشر مليار للرئيس ينوكوفيتش وفجأة الخمستاشر مليار فضلوا في كيف والرئيس ينوكوفيتش هرب وخط بعضه كله على موسكو قاعد هناك لغاية دلوقتي قاعد هنا يعني لغاية دلوقتي عمليا. اه طبعا في مشكلة. فانت تقول فيها اسباب خالي جناته خالص لا 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 اسباب تانية خالص. اه اه اسباب تانية خالص علشان بس ما نخلطش لان هو كمان الفكرة ان احنا عندنا في الشرق. احنا عاطفيين شوية فاحنا خلطين بنقول لك. لولا الناتو امريكا ما ضغطوا على بوتين ما كانش دخل اوكرانيا. هو ايه اللي جاب البحر جنب بتاع الهرب. هم بالقلعة. الاتنين غير بعض خالص ملهوش. اه جنب القلعة. الاتنين ما نهمش علاقة ببعض خالص يعني. يعني ازا لم يعطي بقول ان الناتو موجود فعلا. ودخوله اوكرانيا لا يعني شيء ما الناتو موجود على حدود روسيا فعلا. ايه ايه الناتو موجود في كل حتة في البلطية. اه. وموجود في بولندا. وموجود و و و على فكر نفوز الناتو موجود في دول ما وراء الكوكاس في ازربجان نفوز الناتو موجود. اه. وموجود وهو نفوز الناتو هي تركيا دي تركيا من الاعضاء المؤسسين لحلف الناتو. اه. ما هي على الحدود مع روسيا في البحض الاسود. وفي القرن وفي المناطق. فهو فيه في تلبيسة غلط احنا بنحاول نلبسها. وطبعا يبدو ان وسائل الاعلام الروسية وزعت نفسها او حد وزعها على الناس بحيس ان كل واحد يخرجها بطريقته. اه. بس يبقى حاجة واحدة ووزع لهم حاجة واحدة. في المنهج اللي هي ان لولا ضغط الناتو ما كانش ببوتين دخل اه اوكرانيا. وان السبب اه اه ده. وان طالما الرئيس بوتين صرح بحاجة بهو حققها خلاص. لا ده فيه عقوبات النهاردة مفروضة. العقوبات طالت الرئيس بوتين نفسه. وطالت وزير الخارجية سيرجيلا بروك نفسه. العقوبات اللي طالعا النهاردة. اه. اه. واكيد الرئيس الروسي مستعد لها. وكان متواقع العقوبات. واكيد روسيا اه مستعدة لهذه العقوبات. وإلا ما كانت اقدمت على التصرف ربما ينتهي الى مشاكل اقتصادية كبيرة تحيط بيئة او تضعها في ازمة. طبعا يا استاذ ابراهيم روسيا مستعدة. والاجتماع اللي عمله بوتين قبل ما يعترف بالجمهوريتين طلع كل اعضاء الحكومة والاعضاء المتنفذين في البلد. علشان يبقى كل واحد يتحمل مسئولية تصويته وقراره. كلهم صوتوا على ان بوتين يعترف. والاعتراف ده. اي عيل صغير في سنة ستة ابتدائي هيقول لك بعض الاطراف يبقى فيه دخول دخول قوات. اه. وبعد كده هيتم استفزاز الاوكرانيين فهيدراوف القوات هتضراف فلازم الروس يدخلوا. دي خريطة. اه. كلاسيكية وبسيطة وبدائية جدا وهو ده عمليا اللي حصل من يوم. الفكرة ان كل اعضاء الحكومة وكل الناس اللي اتكلموا قالوا ان يلا يا راس نعترف وكله تمام. ما عدا اتنين بس. رئيس الحكومة حذر من العقوبات. اه. ورئيس مجلس الامن القومي كان عايز يعمل مفاوضات اه كم يوم كمان زيادة. اه. فده ما عجبش الرئيس فالرئيس خلاهم يكرروا الكلام لغاية ما قالوا لا يبقى انا اعترف. اه. وكلهم قالوا انا اعترف وكلهم قالوا هنستحمل مع بعضه والرئيس بوتين ناشد الشعب انه يتحمل شوية. اه. وناشد الشعب ان هو يسنده في قراره لان ده امن روسيا وقوة روسيا وعظمة روسيا وضخامة روسيا ومواجهات روسيا للغرب الشيطان اللي هو عايز يسيطر على المقدرات العالم وانه روسيا بتنقذ العالم في النهاية. يعني في النهاية بيبقى فيه مفهوم انه روسيا بتنقذ العالم. روسيا انقذت العالم يا من الاتحاد السوبيتي. روسيا بتنقذ العالم دلوقت. فهي رسالة الرئيس بوتين بيحمل رسالة الى العالم. طب انا لمحت يا الدكتور عشرف في مقالك وكأنه اه قطاعا واسعا من العرب اشترى الرواية دي. اشترى الرواية الروسية دي. وانت بتحذره. هو للأسف الشديد. طبعا يعني هو وسائل الاعلام لها لعبتها وفيه هو المتلقي او استاذ ابراهيم العادي. الجيش المتلقي العادي ده بيتلقى. هو انا بس الخوف بيبقى من اه اه المتنفذين او اصحاب القرار او اللي بيحركوا المصالح الوطنية بتاعت الدول. يعني هي الفكرة ان الدول يبقى عندهم اكتر من رؤية واكتر من محور واكتر من رأي واكتر من مصدر للمعلومات. علشان يقدروا يحددوا مصالح اه دولهم مع الدول الاخرى. يعني ده اللي قصود. الجزء التاني والمهم يا استاذ ابراهيم هو ان بعض فروع الانتليجنسيا المصرية وبعض النخط المصرية يا الغد بالوقتي بتتعامل مع روسيا بصورة زهنية قديمة جدا ومزيفة جدا. والدرجة ان الناس تتكلم عن الاتحاد السوفيات وكل ما تيجي تتكلم يقول لك الامريكان قاتلوا الهنود والحمر لكن الروس بيحبونا. تيجي تقول لهم الروس دخلوا تشوكو سلوفاكيا برضو وراحوا امغانستان والروس مش عارف عملوا ايه. مجرد. ده مش معناه ان احنا بنعاير الناس او بنرجع للتاريخ احنا بنحاول بيبقى فيه نظرة متوازنة لان هما كل الناس كل الناس بشر اصلا سواءا روس او امريكان او اوروبيين. وكل الناس عندها منظومات القيم بتاعتها الانسانية. فعيب ان احنا نشيطن حد على حساب حد تاني او عيب ان احنا اجي اعاقب اشرف الصباغ قال كلمة النهاردة فانا اعاقب اشرف الصباغ بكل تاريخه بسبب الكلمة دي مع ان الكلمة دي اصلا ما فيهاش حاجة. يعني فاحنا فيه هنغير من ذهنيتنا شوية علشان لان ده بيخص. وكاننا لسه مربوطين بالستينات شوية في اه تعاملنا بين امريكا وروسيا وكاننا لسه عواطفنا يعني هي اللي بورثنا هدي العواطف الستيني. اه وكمان احنا مش قادرين حتى ده احنا مش عايزين نعذر الشعب الروسي. الشعب الروسي نفسه اصلا. اه. لا تروك ليه الحرب دي دي رقم واحد رقم اتنين. الشعب الروسي وقفوا النهاردة قدام المكان بتاع صرف الفلوس واعدين كلهم منزعجين جدا. وفي حالة انزعاج لان العقوبات ابتدت تتطبع يا اوصد زبراهيم وهبقى فيه مشاكل يعني. لسه طبعا موضوع السويبت وكده لكن ابتدى فيه عقوبات حقيقية على الان. حق ولا لسه انت عاشر. والله يا العظيم انا كنت ساحب من قبل كده عامل حسابي. يا تعالى يا دكتور عاشر بحديش عارف واضع ايه. مصر اولى بيك. شكرك جدا دكتور عاشر في الصباغ من موسكو. شكرك للغاية. الى فصل.